نهاية أنيمي هجوم عمالقة تقترب ولحظة مفارقة هذه التحفة ستكون بالطبع اللحظة الأصعب لكل عاشق لهذا العمل لذلك فنصيحتي لكم هي بالاستعداد لهذا اليوم ومهما كانت النهاية فلا يجب أن ننسى كل ما قدمته لنا هذه التحفة اليوم قررت أن أرفع لكم هذا المقطع حتى نتحدث عن بعض التلميحات التي ظهرت في البرت الثالث من الموسم الرابع والأخير والتي ربما لم ينتبه إليها الكثيرون لذلك بدون إطالة لا تنسوا دعمي بلايك المقطع مع الاشتراك لننطلق لا شك بأن مشهد رمزي مع خليل وهما يسحقان تحت أقدام العمالقة كان واحدا من أكثر المشاهد قصوب الموسم الأخير فبداية من يده التي قطعت إلى الضرب الذي تلقاه باستمرار لم يتوقف عن جمع المال من أجل شراء منزل لعائلته إلى أن ظهر إيرن بعمالقته ليقوم بتبخير هذا الحلم بعد أن شلوا حركته جراء الحطام الذي تساقط عليه ما أريد أن أخبركم به هو أن مشهد موت رمزي مع خليل تم التلميح إليه منذ البرت الأول من الموسم الرابع عبر مشاهد وكلمات الأوبنينج فقد ظهر التلميح للصخرة التي وقعت على قدم رمزي في إحدى الفريمات مصاحبة لجملتي أطفال يتمسكون بأرزاقهم حتى تزعى أرواحهم في وصف لمشهدهم تحت الشجرة وأطفال يتمسكون بآخر قرش من رزقهم في وصف لمشهد هروبهم من عمالقة الدك ولو عدتم إلى أغنية البداية الخاصة بالموسم الرابع فستلاحظون الكثير من التفاصيل ولا أنصحكم طبعا بذلك حتى لا يحرق عليكم أي شيء بالنسبة للقطع النقدية التي كان يحمله رمزي في الكيس والتي سقطت منه أثناء هروبه من عمالقة الدك ظهر على أنها قطع نقدية لدولة مارلي كما نعلم حيث تحميل في كل من وجهيها شعار عائلة الطيبر وشعار البطل هيلوس قد يتسأل البعض ما سر مشاهدة رمزي ليوميل قبل موته بلحظات الإجابة على هذا السؤال بسيطة للغاية فرغم أن رمزي شخصيا من دولة معادي لمرلي إلا أنه يحمل دماء إلدية لذلك فمن الطبيعي أن يشاهد يوميل قبل موته مباشرة كباقي الإلديان بسبب ارتباطهم بها عبر المسارات باعتبارها صاحبة قوة المؤسس مشهد ميكا صاويتني حيات فلوك بخطف عدة المناورة لم يكن أول مشهد نشاهده من هذا النوع فقد سبق ليليفاي بأنفع لذلك ضد أحد أعضاء فرقة كيني وهو ما قامت به ميكا صاريضا ضد فلوك ليكون بذلك الأكرمانيين هما أول من قام بقتل بشريين بواسطة خطف عدة المناورة عند اقترب طائرة التحلف من عملاق المؤسس بدأ الوقود ينفذ ما جعل أونيان كوبون يقوم بهبوط اضطراري بعد محاولة أخذ الرفاق نحو ظهر المؤسس بينما في الجهة الأخرى بدأ العملاق الوحش برمي الصخور عليهم حتى لا يقتربوا وهو ما لم ينتبه إليه أونيان كوبون إلا بعد أن قامت ميكاسا بتحذيره عندما نعيد مشاهدة هذا المشهد فسنلاحظ بأن ليفاي استشعر الخطر أيضا ما يثبت بأن الأكرمان لديهم حواس خالقة يستطيعون بيستشعر الخطر قبل حدوثه بثواني ما يجعل فرص نجاتهم أكبر ضد أي كان وطبعا ظهرت العديد من المشاهد قبل هذا أثبت لنا ذلك ولو أن ميكاسا لم تقوم في هذا المشهد بتحذير أونيان كوبون لكن عمر التحالف قد انتهى كليا بعد موت هانجي ظهرت في الجهة الأخرى مع بقى الرفاق مما سبقوها إلوين مايك ومساعدها موبيلت والآخرين لكن ما لم تنتبه إليه ربما هو أن ساشا كانت بينهم وقد ظهرت ويمتعلق برفاقها حيث استمرت في مشاهدتهم وهم يحلقون بالطائر نحو إلين أيضا كان بين الرفاق حصان بجانبه ديترنيس والذي ربما هو الحصان الذي قام زيك برميه في اتجاه مايك بالموسم الثاني أو ربما هو الحصان شاريت الذي قام بعض رأسي غابي والذي لم نشاهد أي مشهد له وهو يموت على حسب ما أتذكر لذلك فإني أتوقع بأنه نفسه الحصان الذي قام زيك بالقضاء عليه مشهد ظهور إيرين بهيئة الطفل وهو يتكلم عن الحرية كان واحدة من أكثر المشاهدة التي خلقت نوعا من الجدل فكيف يظهر إيرين بهيئة طفل وهو يتحدث عن الحرية وفي نفس الوقت يقوم بتاثي البشرية تحت أقدام العمالقة ظهور إيرين على كل حل وهو طفل يتحدث عن الحرية كان بسبب حلمه منذ الصغر في مغادرة الأصوار مع أرمين لمشاهدة المياه المتهبة الأراضي الجليدية والرمال الثلجية حتى يكون الشخص الأكثر حرية لذلك فقد ظهر بهيئة الطفل حتى يكون بذلك قد حقق هذا الحلم مع أرمين والذي ظهر خلفه أيضا أو قام بإدخاله إلى عالم المصارات حتى يتشارك معه هذا الحلم المشهد الذي ظهر في بداية الحلقة لميكا ساوا يتمسك برأس إيرين كان نوعا ما واحدة من أغرب المشاهد التي يمكن أن تشاهدها فقد تعمد الأستوديو إظهاره بهذا الشكل في هذا الوقت لغرض في نفس يعقوب ربما ليفهم البعض ما أقصده لكن لو دققتم النظر في المشهد فستلاحظون بأن كل شيء يبدو عاديا بالنسبة لإيرين الصغير لكن مع ميكا سا هناك شيء غليب حيث أنها ظهرت بهيئتها البالغة ويديها خير دليل على ذلك المشهد طبعا يختلف كليا عن بداية الأنيمي ويتشابه مع بداية الماغا التي لم يقم ستوديو ويت باقتباسها حينها إلى أن أصبحت بين يدي ستوديو مابا الأمر طبعا يتعلق بالمصارات الزمنية وإن عدتم لأغنية البداية الخاصة بالبرت الأول من الموسم الرابع كما قلت فستجدون الكثير من التلميحات عن النهاية الحقيقية لهجوم العمالقة تحدث فالكو مع آني عن ذكرى روادته تتعلق بزيك بعد أن تناول نخاعه الشوكي مما سمح بأن تضار عليه بعض خصائص العملاق الوحش والحلم الذي رأاه فالكو كان عبارة عن تحليقه فوق الغيوم طبعا فور سمع بعض متابعي الأنيمي لما قاله فالكو استغربوا من الأمر حيث اعتبروه بأنه أمر غير منطقي لكن إن عدنا إلى أول حلقة من الموسم الرابع عندما تعرض فالكو لإصابة قوية في الرأس أثناء معركة مارلي ضد حيسن سلافا فسنلاحظ وكأنه قد فقد ذاكرته لبعض الوقت حيث بدأ يقول جمالا غريبا كحمله لسيفه ويطير بسرعة كبيرة والعملقة من حوله ولو أن غابي لم تقم بإفراغ قنينة الماء على رأسي حينها لكن قد حرق عليكم أحداثا نهاية وهذا كان تلميحا منذ البداية على قوة عملاق فالكو إضافة إلى شيء آخر وهو أن اسم فالكو مقتبس من اسم فالكو الذي يعني السقر بشأن مقالة غابي عن العملاق الأنثى وعن قدرتها في تجسيد قدرة باقي العمالق الآخرين عن طريق التهام أجساء منهم خلق أيضا نوع من الجدل بين المتابعين حول الوقت الذي قرر فيه المؤلف الإفصاح عن هذه المعلومة فهناك من اعتبر الأمر منطقي وهناك من اعتبره هبدان في هبد حتى أن آني أكدت ذلك بعد أن أخبرتهما بأنهم جعلوها تتناول الكثير من الأشياء وهو شيء سهل بالنسبة للعملاق الأنثى باعتبارها القدرة الخاصة بها عندما نشاهد ما تستطيع العملاق الأنثى القيام به من حركات وفنون قتالية فهذا من سبب قدرة آني التي تعلمتها من والدها أما عندما نتحدث عن قدرة التهام كل شيء فقد تم التلميح لهذا بالموسم الأول في مشهد اختطاف آني لإيرين بعد أن قامت بوضعه في فمها فما شاهدناه حينها كان هو فتحها لفمها بطريقة غريبة ربما جعلت البعض يتوقع بأنها قدرتها الخاصة وهو ما تم تأكيده في الموسم الأخير قدرتها على جذب العمال قائلها عبر الصراخ مثل قدرة زيك وقدرتها على تغليف نفسها داخل كريستالا مثل عملاق مترقة الحرب خير دليل على ذلك لذلك فأنا أرى بأن المعلومة كان مخاطط لها منذ البداية ولم تأتي من فراغ إذا وصلنا للنهاية أتمنى أن كل هذه التلميحات قد نالت إعجابكم شاركوني بأرأيكم في التعليقات ولا تنسوا دعمي بلايك المقطع مع الاشتراك كان معكم محمد إلى اللقاء اشتركوا في القناة